بسم الله الرحمن الرحيم نص من الهدي النبوي في خطبة الوداع التمهيد يرسم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة معالم طريق الفضيلة ويضع دستوراً لحياة كريمة ينعم بها من اعتصم بمبادئ هذا الدستور وقوانينه والخطبة تبرز لنا هذه المبادئ والقيم التي قوامها الحق والخير والعدل السؤال الأول متى حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين؟ الإجابة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في العام العاشر من الهجرة النبوية السؤال الثاني متى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع؟ الإجابة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة السؤال الثالث لماذا سميت خطبة الوداع بهذا الاسم؟ الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها يوم عرفة من جبل الرحمة وقد نزل الوحي مبشرا باكتمال الدين وتمام النعمة على الناس وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بثلاثة أشهر السؤال الرابع ما الهدف من خطبة الوداع؟ الإجابة الهدف من خطبة الوداع وضع دستور للحياة الكريمة في الدنيا والآخرة السؤال الخامس ما أجزاء الخطبة؟ الإجابة أجزاء الخطبة ثلاثة هي المقدمة، الموضوع والخاتمة المقدمة تماهد للموضوع ويفضل ألا تكون طويلة الموضوع أو العرض هو الهدف الذي من أجله اجتمع الناس لسماع الخطبة والخاتمة هي تلخيص للموضوع بعبارات مجزة واضحة ومركزة لأنها آخر ما يستقر في أذهان السامعين السؤال السادس حدد الفكرة الرئيسة في النص الإجابة الفكر الرئيسة في النص الفكرة الأولى حمد الله والسناء عليه الفكرة الثانية توجيهات نبوية لإسعاد البشرية الفكرة الثالثة تحذير من اتباع الشيطان والفكرة الرابعة القرآن والسنة دستور حياة الفكرة الأولى حمد الله والسناء عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحسكم على العمل بطاعته وأستفتح الله بالذي هو خير اللغويات الحمد هو السناء والشكران ومضادها الزم والكفران والجحود نحمده أي نسمي عليه بكل خير نستعينه بمعنى نطلب منه العون نستغفره أي نطلب منه العفو والمغفرة نتوب بمعنى نرجع ونندم نعوذ بالله أي نلجأ إليه ونعتصم به ونحتمي الشرور هي الذنوب ومفردها شر سيئات مضادها حسنات يهده أي يرشده ومضادها يضله ويغويه فلا مضل له أي فلا أحد يجعله يضل ويبعده عن الصواب هادي جمعها هدون وهداه وهواد أشهد أي أقر وأعترف ومضادها أمكر الشريك هو الند والمشارك وجمعها شركاء أوصيكم بمعنى أنصحكم تقوى الله أي خشيته وامتسال أوامره وجتناب نواهيه ومضاد التقوى الفسوق أحسكم أي أحضكم وأشجعكم ومضادها أثبتكم أستفتح بمعنى أبدأ وأستهل ومضادها أختتم الشرح اجتملت مقدمة الخطبة على الحمد والسناء على الله وطلب العون والمساعدة والعفو من الله اللجوء إلى الله هربا من شر النفوس والأعمال السيئة التأكيد على أن الهداية من الله تعالى فلا هادي إلا الله الإقرار بوحدنية الله تعالى وأن محمدا عبد الله ورسوله إلينا والنصيحة بالخوف من الله والحس على الطاعة السؤال السابع في هذه المقدمة لهذه الخطبة العظيمة براعة استهلال واضح ذلك الإجابة هذه الفقرة هي مقدمة الخطبة وفيها كما يقول النقاد براعة استهلال وحسن استفتاح فقد حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وطلب منه العون والمغفرة والعصمة من الزلل وشرور النفوس وسيئات الأعمال معترفا بأن الهداية منه سبحانه وتعالى ثم أقر صلى الله عليه وسلم بوحدنية الله عز وجل وشهد بأن محمدا عبده ورسوله ثم اتجه إلى المؤمنين موصيا إياهم بتقوى الله والعمل بما يرضيه وبدأ كلامه بلهجة المودع الموقن بقرب موته مواطن الجمال الأساليب الحمد لله نحمده ونستعينه أسلوب خبري للتقرير والتوكيد أي تقرير وتأكيد استحقاقه للحمد عباد الله أسلوب إنشائي نوعه نداء وغرضه التنبيه وأصله يا عباد الله وقد حزفت منه أداة النداء للدلالة على قرب من يناديهم من قلبه الخيال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا استعارة مكنية تصور النفوس والأعمال بأشخاص شريرة نلجأ لله للهرب والفرار منها ولا ملجأ لنا إلا الله أوصيكم عباد الله بتقوى الله كناية عن حب الرسول للناس والدعوة إلى الطاعة وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم المحسنات الحمد ونحمده جناس اشتقاقي ناقص يعطي جرسا موسيقيا محببا للأذن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جملتان بينهما مقابلة توضح المعنى وتؤكده بالتضاد بين الألفاظ فلا مضل له وفلا هادي له بينهما سجع يحدث جرسا موسيقيا تستريح له الأذن وتطرب له النفس بين مضل وهادي طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد التعبير السؤال الثامن أيهما أضق هنا ولماذا؟ الجملة الإسمية الحمد لله أم الجملة الفعلية أحمد الله؟ الإجابة الجملة الإسمية الحمد لله أدق لأنها تدل على الثبوت والاستمرارية وديمومة الحمد السؤال التاسع ما فائدة تنكير وإفراد مضل وهادي؟ الإجابة التنكير والإفراد هنا للتقليل السؤال العاشر لا إله إلا الله ما نوع هذا الأسلوب وماذا أفاد؟ الإجابة لا إله إلا الله أسلوب قصر وسيلته النفي بلا والاستثناء بإلا وقيمته التخصيص والتوكيد السؤال الحادي عشر ماذا أفاد ذكر لا شريك له بعد وحده؟ الإجابة أفاد ذكر لا شريك له بعد وحده؟ تأكيد وحدانية الله عز وجل السؤال الثاني عشر أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعبير مؤكد بي وكلمة عبده أفادت وكلمة رسوله توحي بي أكمل العبارة الإجابة أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعبير مؤكد بأنه وكلمة عبده أفادت تأكيد طواضع النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بالعبودية لله عز وجل وكلمة رسوله توحي بتشريف الله عز وجل لهذا النبي واختصاصه بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة السؤال الثالث عشر أي التعبيرين أفضل؟ عباد الله أم عبيد الله ولماذا؟ الإجابة استخدام كلمة عباد أفضل من كلمة عبيد فكلنا عبيد الله عز وجل ولكن العباد هم صفوة العبيد كما يظهر من استخدام القرآن الكريم لهذين اللفظين السؤال الرابع عشر ما القيمة المعنوية والفكرية لقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم؟ الإجابة قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم يدل على حرص الرسول الشديد على عباد الله ورغبته في إرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة السؤال الخامس عشر أعلل كثرة استخدام الأفعال المضارعة في هذه المقدمة؟ الإجابة كثرة استخدام الأفعال المضارعة مثل نحمده، نستعينه، نستغفره، نتوب ونعوذ إلى آخره للدلالة على التجدد والاستمرار واستحضار الموقف الفكرة الثانية توجيهات نبوية لإسعاد البشرية أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبيل لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في موقف هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها وإن ربا جاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحالث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدادة والسقايا والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصى والحجر وفيه مائة بعير فمن زاد فهو من الجاهلية اللغويات أما بعد تعبير يسمى فصل الخطاب لأنه يفصل بين مقدمة الخطبة وموضوعها أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد أبين بمعنى أوضح وأظهر ومضادها أخفي أدري بمعنى أعلم ومضادها أجهل ألقاكم أي أستقبلكم وأصادفكم عامي هذا المراد العام العاشر من الهجرة الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين موقفي هذا المراد وقوفي فوق جبل الرحمة في منطقة عرفات دماءكم المراد أنفسكم وأرواحكم أعراضكم مفردها عرض وهو الشرف والكرامة أو كل ما يمدح ويزم من الإنسان تلقوا ربكم أي تموتوا ويومكم هذا المراد يوم عرفة التاسع من زي الحجة الذي اجتمع الناس فيه للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهركم هذا المراد شهر زي الحجة الذي يكون فيه يوم عرفة وهو آخر شهور السنة الهجرية بلدكم هذا المراد مكة المكرمة التي يكون فيها مناسك الحج ألا حرف تنبيه الأمانة هي الوديعة وجمعها أمانات يؤديها بمعنى يوصلها ائتمنه عليها أي جعله أمينا عليها الربا في المعجم اللغوي هو الفضل والزيادة والربا في علم الاقتصاد هو المبلغ يؤديه المقترد زيادة على مقترد تبعا لشروط خاصة موضوع بمعنى ساقط لا حساب عليه والعباس بن عبد المطالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية المراد من قتلوا قبل الإسلام مآثر مفردها مأثرة وهي المكرمة المتوارثة السدانة هي خدمة الكعبة بيت الله الحرام بمكة المكرمة والسقاية هي سقاية الحجاج بمكة المكرمة وكانت من مآثي قبيلة قريش العمد هو القصد ومضاده الخطأ قود هو القصاص ومضاده الصفح والعفو العصى جمعها عصي وعصوات فيه مئة بعير أي ديته والبعير هو الجمل أو الناقة جمعها أباعر وأباعير وبعران الشرح أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الجزء بحفظ الأموال والأنفس والأعراض وتحريمها حفظ الأمانة وردها لأصحابها تحريم التعامل بالربا في الأموال جزاء القتل العمد هو القصاص من القاتل جزاء القتل غير العمد مئة بعير بعد أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه نادى الناس لينبههم إلى ما يسعدهم قائلا أيها الناس اسمعوا مني أوضح لكم ما يسعدكم في الدنيا والآخرة فربما لا يمهلني القدر للقائكم مرة أخرى بعد هذا العام ولا أقف في موقفي هذا مرة أخرى فاعلموا أيها الناس أن قتل بعضكم بعضا واغتصاب بعضكم مال بعض واستباحة عرضه كل ذلك حرام عليكم كحرمة يوم عرفة من شهر ذي الحجة في مكة المكرمة فانتبهوا هل بلغتكم؟ إني أشهد الله عز وجل على ما قلته لكم ومن كانت عنده وديعة فليوصلها إلى من وثق به وجعله أمينا عليها واعلموا أن رب الجاهلية ساقط من الآن ولا حساب عليه وإن أول ربا أبدأ بإسقاطه هو رب عمي العباس بن عبد المطلب واعلموا أيضا أن ديات الجاهلية ساقطة من الآن وأول دم أبدأ بإسقاطه هو دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كما أن مفاخر الجاهلية ساقطة من الآن ما عدا خدمة الكعبة المشرفة وسقاية الحجاج واعلموا أن القتل المتعمد جريمة كبرى عقابها القصاص ممن يرتكبها وأن القتل شبه المتعمد وهو ما قتل بعصا أو بحجر تكون ديته مئة جمل أو ناقة فقط ومن زاد على ذلك فهو من مبالغات الجاهليين في طلب الدية السؤال السادس عشر لماذا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم السدانة والسقاية من مفاخر الجاهلية التي أسقطها الإسلام الإجابة استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم السدانة والسقاية من مفاخر الجاهلية التي أسقطها الإسلام لأنه يريد أن يحس الناس ويدفعهم لخدمة الكعبة الشريفة وزوارها الذين يأتون لإكمال شعائر الدين السؤال السابع عشر ما دية القتل شبه العمد الإجابة ديته مئة جمل أو ناقة فقط مواطن الجمال الأساليب السؤال الثامن عشر عين ما بالفقرة من أساليب مبينة نوعها والغرض منها الإجابة الأساليب بالفقرة تنوعت للدلالة على تنوع المعاني وتباين القضايا التي يتناولها كل أسلوب وهي في مجملها تؤكد المعنى وتثير القارئ وتجذب انتباهه ومنها أيها الناس أسلوب إنشائي نوعه نداء غرضه التنبيه والاستمالة اسمعوا مني أسلوب إنشائي نوعه أمر غرضه النصح والإرشاد ألا هل بلغت أسلوب إنشائي نوعه استفهام غرضه التقرير اللهم أسلوب إنشائي نوعه نداء غرضه التعظيم فاشهد أسلوب إنشائي نوعه أمر غرضه الدعاء فليؤدها أسلوب إنشائي نوعه أمر غرضه الإلزام العمد قود أسلوب خبري غرضه التحذير من تعمد القتل وحث الناس على عدم ارتكاب هذه الجريمة لأن القصاص فيها سيكون رادعا الخيال تلقوا ربكم كناية عن الموت وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إجاز وتجسيم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا تشبيه تمثلي غرضه التوضيح ويوحي بإثارة نخوة المستمعين لعدم ارتكاب أي محرم المحسنات السؤال التاسع عشر استخرج من الفقرة محسناً بديعياً مبيناً نوعه وقيمته الفنية الإجابة عامي هذا في موقفي هذا بينهما سجع يحدث جرساً موسيقياً تستريح له الأذن وتطرب له النفس التعبير فإني لا أدري أسلوب مؤكد بإنه وهو تعليل للأمر قبله السؤال العشرون إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ماذا ترى فيها من جمال الإجابة تعبير مؤكد بإنه وتقضيم عليكم على خبر إنه للتوكيد أيضاً وجمع دماءكم وأموالكم وأعراضكم للتكثير والعموم السؤال الحادي والعشرون على ما يدل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وعامر بن ربيعة الإجابة ذكر العباس بن عبد المطلب وعامر بن ربيعة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأخذه في الحق لوم تلائم فهو يطبق شرع الله على كل الناس دون مجاملة لأحد مهما كانت قرابته منه السؤال الثاني والعشرون ما نوع الأسلوب وما غرضه في قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فهو من الجاهلية الإجابة الأسلوب أسلوب شرط ينفر من طلب الزيادة فوق الدية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم للمقتول بلا تعمد بعصاً أو بحجر الفكرة الثالثة تحذير من اتباع الشيطان أيها الناس إن الشيطان قد أيسى أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحقرون من أعمالكم أيها الناس إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطيوا عدة ما حرب الله وإن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية وواحد فرد ذو القعدة وزو الحجة والمحرم ورجب بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد اللغويات الشيطان هو إبليس وجمعها الشياطين أيسى بمعنى يأسى وانقطع أمله في أن يطاع أرضكم هذه المراد مكة المكرمة رضي أي قبل ووافق ومضادها رفض يطاع مضادها يعصى تحقرون أي تستهينون به وتستصغرون النسيء هو التأخير يواطئ بمعنى يوافق عدة أي عدد استدارة أي دار حرم أي يحرم فيها القتال متوالية بمعنى متتابعة الشرح أيها الناس لقد يأس الشيطان وأن يكون معبودا في شبه الجزيرة العربية ولكنه رضي أن يكون مطاعا فيما ترونه هينا أيها الناس اعلموا أن تأخير بعض الأشهر عن موعدها لكي يحل لكم القتال كفر زائد يمارسه الذين كفروا لأنهم يحلون تقديم الأشهر عاما وتأخيرها عاما آخر ليوافقوا عدد ما حرمه الله وقد دار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة شهور العام إثنى عشر شهرا كما ورد في كتاب الله القرآن الكريم منها أربعة أشهر يحرم فيها القتال ثلاثة متتابعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان وإني أشهد الله على ما قلته لكم السؤال الثالث والعشرون مما أيس الشيطان وماذا رضي الإجابة يأس الشيطان وأن يكون معبودا في شبه الجزيرة العراضية ورضي أن يكون مطاعا فيما ترونه مواطن الجمال الأساليب السؤال الرابع والعشرون أيها الناس نداء كرره النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا؟ ولماذا لم يقل أيها المسلمون؟ الإجابة تكرار النداء أيها الناس لتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة انتباه الناس إليه واستخدام كلمة الناس يحمل معنى عموم الخطاب وشموله لأن المبادئ والقوانين الاجتماعية الواردة بعد النداء تقيم حياة المسلم وغير المسلم الخيال إن الزمان قد استدار استعارة مكنية حيث شبه الزمان بشخص يدور ويتحول ويغير وجهته وسر جمالها التشخيص المحسنات يحلونه ويحرمونه بينهما مقابلة توضح المعنى وتؤكده بالتضاد وبين السماوات والأرض طباق يوضح المعنى كذلك ويؤكده بالتضاد التعبير السؤال الخامس والعشرون عين ما في الفقرة من أساليب توكيد موضحا الأداة في كل الإجابة إن الشيطان قد أسلوب مؤكد بإنه وقد قد رضي بأن يطاع أسلوب مؤكد بقد إنما النسيء زيادة في الكفر أسلوب قصر وسيلته إنما ويفيد التوكيد إن الزمان قد استدار تعبير مؤكد بإنه وقد لكنه حرف يفيد الاستدراك الفكرة الرابعة القرآن والسنة دستور حياة أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل المؤمن مال أخيه إلا من صيب نفس منه ألا هل بلغت اللهم فاشهد فلا ترجعون بعدي كفارا يظلموا بعضكم لقاب بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذت به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه ألا هل بلغت اللهم فاشهد أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالطقوى ألا هل بلغت قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب اللغويات إنما أداة حصر وقصر من طيب نفس منه المراد برضاه وبسماحة نفسه لا ترجعون بعدي كفارا أي لا تكونوا كفارا من بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض أي تتقاتلون وأخذتم به المراد تمسكتم به ومضادها فردتم فيه السنة هي الطريقة والمنهج وجمعها سنن أباكم المراد آدم عليه السلام أبو البشرية آدم من تراب أي خلقه الله من التراب والتراب جمعها أتربة أكرمكم بمعنى أفضلكم ومضادها أهونكم وأحقركم أتقاكم بمعنى أخشاكم لله ومضادها أفجركم عجمي أي غير عربي وجمعها عجم وأعاجم الفضل هو المزية وجمعها أفضال وفضول الشاهد هو الحاضر وجمعها الشهود ومضاده الغائب الشرح أيها الناس المؤمنون كلهم إخوة ولذا لا يحل لمؤمن أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا برضاه وها أنا ذا قد بلغت فاللهم فاشهد أيها المؤمنون لا تصيروا بعدي كفارا تتقاتلون فيما بينكم فتفسد حياتكم وإني قد تركت فيكم كتاب الله وسنتي وإن قمتم باتباعهما فلن تضلوا أبدا إن شاء الله فاللهم فاشهد أني قد بلغتكم أيها الناس اعلموا أن إلهكم واحد وأن أباكم واحد وهو آدم عليه السلام الذي خلقه الله من تراب وكونوا متأكدين من أن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا مزية لعربي على غيره إلا بالطقوى والعمل الصالح فهل بلغتكم ما يحبه الله ورسوله لكم قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم فليبلغ كل حاضر منكم كل من غاب بما قلته لكم السؤال السادس والعشرون فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في العبارة عادة جاهلية ما هي وما موقف الإسلام منها معللا ما تقول الإجابة العادة الجاهلية التي في العبارة هي التقاتل لأتفه الأسباب بين عرب الجاهلية وقد نفر الإسلام من هذه العادة لأن المؤمنين إخوة والصلح بينهم خير من التقاتل السؤال السابع والعشرون أكمل الفراغ إن نقط واحد وإن نقط واحد كلكم ل وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله وليس لعربي على فضل إلا بأكمل الفراغات الإجابة إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالطقوى مواطن الجمال الأساليب لا ترجعن بعد كفارا أسلوب إنشائي نوعه نهي ومؤكد بنون التوكيد الخيال يضرب بعضكم رقاب بعض كناية عن العداوة والكراهية كلكم لآدم وآدم من تراب كناية عن المساواة بين الناس فأصل الناس واحد وهو التراب والأب واحد وهو آدم عليه السلام ويرجع الجمال في التعبير الكنائي إلى الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم المحسنات عربي وعجمي بينهما طباق يوضح المعنى ويؤكده بالتضاد وكذا بين الشاهد والغائب طباق يوضح المعنى ويؤكده بالتضاد التعبير السؤال الثامن والعشرون يضرب بعضكم رقاب بعض ماذا يثير هذا القول في نفسك؟ الإجابة هذا التعبير النبوي الشريف ينقلنا إلى عالم كله صراع وخصام وتناحر كما كان في الجاهلية ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من العودة إلى أخلاق الجاهلية وفيه كناية عن صفة سيئة ألا وهي العذاوة والكراهية السؤال التاسع والعشرون عين ما في الفقرة من أساليب القصر والتوكيد موضحا الوسيلة والغرض في كل الإجابة أساليب التوكيد في قوله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة وهو أسلوب قصر وسيلته إنما ويفيد التوكيد وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن ما لأخيه إلا من طيب نفس منه أسلوب قصر وسيلته النفي بلا والاستثناء بإلا وقيمته التوكيد ألا هل بلغت اللهم فاشهد تعبيران كررهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة لمزيد من التوكيد وحس المستمعين على العمل بما يقول وفي قوله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم أسلوب مؤكد بإنه وقد وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالطقوة توكيد بتقديم خبر ليس على اسمها فضل وتوكيد بالنفي ليس والاستثناء إلا التعليق السؤال الثلاثون الخضبة من أقدم فنون النسر فلماذا؟ الإجابة الخضبة من أقدم فنون النسر لأنها تعتمد على المشافهة السؤال الحادي والثلاثون يحسن أن يعتمد أسلوب الخضبة على الاستمالة والإقناع فبما يتحقق كل منهما؟ الإجابة الاستمالة تكون بإسارة عواطف السامعين وجذب انتباههم وتحريك مشاعرهم وهذا يتطلب من الخطيب تنوع الأسلوب ومعرفة ميول السامعين ورغباتهم ومستوى تفكيرهم حتى يختار من الأساليب ما يناسب عواطفهم وعقولهم كما يتطلب جودة الإلقاء وحسن الصوت ولطف الإشارة أما الإقناع فيكون بمخاطبة العقل وهذا يتطلب من الخطيب ضرب الأمثلة وتقديم الأدلة والبرهين التي تقنع السامعين بما يقول كما يتطلب اختيار الجمل القصيرة ذات المعاني القريبة والألفاظ المألوفة السؤال الثاني والثلاثون أذكر عوامل ازدهار الخطابة في أي عصر الإجابة عوامل ازدهار الخطابة ثلاثة وهي حرية القول الفصاحة والقدرة على التعبير وجود الدواعي والمناسبات كالصلح والزواج والحرب والتفاخر وغيرها السؤال الثالث والثلاثون بما تميزت خطبة الوداع الإجابة تميزت خطبة الوداع بجمال الألفاظ وسهولتها واتصاقها مع المعاني فهي قوية حاسمة في الموضع الذي يتطلب ذلك وهي هادئة لينة في مواضع اللين ولا يعجب في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم كما تميزت خطبة الوداع بدقة الصياغة ومتانة السبك والتوازن الموسيقي والترتيب المنطقي لفكرها تميزت كذلك بندرة الصور الخيالية وكسرة المؤكدات وتنوع الأسلوب بين الخبر والإنشاء مما يدفع الملل عن السامع السؤال الرابع والثلاثون علل كسرة استخدام أساليب التوكيد في الخطبة الإجابة أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام أساليب التوكيد في الخطبة ليبرز خطورة الابتعاد عن التعاليم الواردة في خطبته ويؤكد أن السعادة في الاقتداء بها والامتسال لها ومن هذه الأساليب إنما المؤمنون إخوة ونون التوكيد في لا ترجعن السؤال الخامس والثلاثون ما أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الخطبة والوصية الإجابة الخطبة نسرية وقد تشتمل على شعر بينما الوصية تكون نسرية أو شعرية الخطبة أجزاؤها سلاسة مقدمة وموضوع وخاتمة وكذلك الوصية أجزاؤها سلاسة مقدمة وموضوع وخاتمة الخطبة يلقيها رجل غالباً والوصية يقولها كل مجرب ذكراً كان أم أنسى الخطبة لها أنواع متعددة دينية سياسية اجتماعية وغيرها بينما الوصية تقتصر على النصح غالباً أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني السانوي قدمت لكم تحليلاً لنص من الهدي النبوي في خطبة الوداع كانت معكم أستاذة دعاء الجندي متمنية لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته